السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة الفيديو ده دي العشاق نسكافيس ري ان وان وعملين كيتو او لوكارب او حتى المرضى السكري هنعمله دلوقتي بديل ليه بنفس الطعم وكمان بيزبط المزاك قوي يلا بينا نشوف طريقة العمل هنجيب دلوقتي مج بس مج كبير بقى علشان ايه نلحق نشرب كده ونستطعم ونحط فيه معلقة صغيرة مليانة من بودرة انسكافي البلاك وهنا بقى انا هستعمل حاجة هتعلل حرق وكمان هتدي طعم حلو قوي وهو زيت جوز الهند يا اما تستعمله زيت جوز الهند العضوي او المتاح عندكم هحط دلوقتي حوالي معلقة صغيرة طبعا لان هو في التلاجة فبيكون مجمد بالشكل ده هحط دلوقتي حوالي معلقة صغيرة كده من زيت جوز الهند العضوي وللناس اللي عايزة بديل لزيت جوز الهند مع ان يارد تستعمله في المشروبات لان هو بيعلي الحرق وكمان مفيد جدا للجسم البديل بتاعه قطعة صبدة صغيرة وبعد كده هنحط دلوقتي مية مغلية لغاية الكمية دي بس ونقلب بالشكل ده وبعد كده بقى السكر حسب الرغبة على حسب ما انتوا عايزين انا هنا هستعمل سكر استفيانة هحط رشة بسيطة كده علشان تدي طعم حلو وبعد كده هنحط بقى دلوقتي بديل لبودرة المبيض او الكوفي ميت هي الكريمة انا هنا هستعمل كريمة متعددة الاستعمال يعني تمشي كريمة طبخ وكريمة خفق بس طبعا تكون حيواني من غير زيوت نباتية انا هحط بمعيار معلقة الطعام 3 معالق كبار مليانين كده لو ما فيش الكريمة دي ممكن تستعملوا كريمة طبخ او كريمة خفق عادية برضو تكون حيواني نحط منها 3 معالق كبار ونقلب كده لغاية لما تختلط ودلوقتي بقى هنحط اخر حاجة وهي لمسة بسيطة كده هتظبط الطعم الشكل والريحة واهم حاجة الطعم هنحط على الوش بقى شوية كده من القرفة بدرة القرفة محدش يستغرب اعملوا التركيبة دي كده مع بعض وهتستمتعوا بأحلى طعم للنسكة فيه هنحط على الوش كده شوية من القرفة ندلع كده كباية وخلاص كده بتكون جاهزة معانا أحلى وأجمل بديل لنسكة فيه 3 in 1 او طريقة مختلفة وجديدة لقهوة البولت بروف بالنسبة للكيتو واللوكرب والمرضة السكري على نظام الكيتو واللوكرب ما تنسوش تجربوها وتكتبولي في التعليقات رأيكم فيها ايه وبالفهنة وعافية واقعوا تنسوا اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته